اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم رح نعرضكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي اذا شوفوها باسفل الشاشة تقدرون تتصلون بنا باي لحظة من لحظات البرنامج على اي رقم من هاي الارقام حتى تطلونا اراءكم بالمواضيع اللي رح نطرح عليكم او اذا انت تريدون تحجون باي موضوع اي موضوع او اي قضية خاصة بكم اللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب كان يقدر يتواصل بنا على برنامج الواتس طبع الرقم الاخير المخصص لبرنامج الواتساب اللي بصفة اشارة الواتساب اتمنى تكون رسالة مكتوبة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف اللي كاتب لنا رسالة منه ومن وين ونقراها ان شاء الله بالدقائق الاخيرة من حلقة هذا اليوم نبدأ حلقتنا واول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف التشذب الحكومي ملف الاستغفال الحكومي لعقول الناس ملف ضحكهم على المواطنين وعلى عقول المواطنين خاصة البسطاء من عدهم بترجمة الاخبار باللي يريدوه هم حتى يبينون انفسهم انه بس هم وحدهم اللي دافع عن هذا الوطن والعكس هو الصحيح استاجنوا رواد منصات التواصل الاجتماعي الكذب والتدليس الحكومي عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لانه رزدوا عدد من المدونين من التناقض بين منشورات المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران محمد الشاع السوداني واختلاف مضمون نفس المنشور المترجم من اللغة العربية إلى الإنجليزية يعني المنشور باللغة العربية يحتي شيء باللغة الإنجليزية يحتي شيء ثاني طلع منشور عن لقاء السوداني ويوزير الخارجية البريطاني السيد ديفيد كاميرون على هامش مشاركة سيادته بمؤتمر ميونخ للأمن لعام 2024 اللي انكتب بي أنه تحدث عن سيادة العراق ومساعي الحكومة إلى إنهاء وجود التحالف الدولي به لكن هاي الفقرات ما موجودة بالمنشور اللي كان باللغة الإنجليزية احنا جبنا لكم المناشير أمانكم حتى تشوفوها مثل ما تلاحظون مشاهدين الكرام داني منشورين المنشور اللي على اليمين باللغة العربية المنشور اللي على اليسار هو المنشور باللغة الإنجليزية المنشور اللي على اليمين من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء واللي على اليسار من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الخارجي السيد ديفيد كاميرون على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ لعام 2024 للأمن بحث سيادة علاقات ثنائية بين العراق والمملكة المتحدة وأهمية ارتقابها وتعزيزها في جميع الجوانب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين مشيرا إلى أن العراق يمثل اليوم أرضا خصبة للإستثمارات والعمل الإقتصادي وأن بواب الاستثمار مفتوحة أمام الشركات البريطانية وأكد أن الحكومة تسعى إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي والذهاب نحو إنهاء وجوده في العراق والانتقال إلى العلاقات الثنائية المتعددة مع الدول التحالف بينما المنشور باللغة الإنجليزية محمد شامي في الوزراء المتحدة ديفيد كاميرون في ميونيس سيكيرت كاميرون يتحدثوا عن تحديث الوزراءات الثنائية ويقوموا بإرادة إراك بوشينيال كتابة الإنجليزية السوداني مرحباً إلى شركات البريطانية للتحديث في إراك هناك اللقاء الثاني اللقاء الثاني هذا اللقاء الثاني منشورات طلعت أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة أو على المواقع الرسمية الخاصة للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء خلال لقاء السوداني بنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس طلع المنشور العربي يتحدث عن سيادة العراق بينما المنشور بالنسخة الإنجليزية يتحدث عن استكمال مهام التحالف بالعراق يعني المنشور بالعرب يقول رئيس الوزراء يلتقي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وذلك علامش مشارك السيادة في مؤتمر ميونخ للأمن 2024 نفس المكان مناقشة الانتقال بالعلاقات بين الولايات والعراق إلى مجمل أوجه التعاون الثنائي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية كافة ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين وجدت سيادة موقف العراق الثابت إزاء السيادة على الأرض العراقية كونها من المبادئ التي لا يمكن التهاوم بشأنها أو التفريط بها تحت مختلف الأسباب والظروف بينما برايم منستر محمد شامي تيو أز في بي آت ميونخ سيكشن كونفرنس قسموا التعاملات الأخرى في تعيش الوصول إلى مجمل أخوص الجمعية لإستخدام التعاون والعجابات بالتحدث المواضيات هم مرة أيضا التنظر إلى علاقاء العراقية في الأمم المجالية والتعاونجية ومعاهم بالتعاون الصراطيجية يقولهم هنا بأن المعاهدة مهلة انا ريد نحكي بال ok strategy ونحكي بالشيء التطبيق يقول mereka توجد ان الجهاز ترجمة المدونين المواطنين والظليعين باللغة الانجليزية والأدوية التتبع قاموا يقرون هاي وهاي ده تشوفون هاي الفقرة اللي هنانة هذه هاي كلها زيادة هاي كلها تشذب هذا الفيديو الخارجية أمريكية اجتمعت نائبة الرئيس نائبة الرئيس الأمريكي كامال آرس برئيس الوزراء العراق محمد الشاعر السوداني اليوم في ميونيخ أكدت نائبة الرئيس ورئيس الوزراء على تأكيدهما على أهمية الشراكة القوية والدائمة كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات والعراق وأكدت على التزام الولايات بدعم العراق في تحقيق مستقبل آمن ومستقر لشعبه شلوم ما أدري وهو أمر بالغ الأهمية لضمان شرق أوسط مزدهر ومترابط هم شلوم ما أدري وحثت على منع الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين الله هي جاي تطلب بلدنا وأعربت عن تقديرها لجهود رئيس الوزراء في هذا الصدد لغاية الآن وشددت على أن سلامة الأفراد الأمريكيين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس عند الضرورة يعني جاية تقول لهم تحمون الأمريكان اللي يمكو نحن مالنا علاقة واحد معدهم يتضرر طياراتنا جاهزة وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس كما ناقشت جانبان أهمية استمرار عمل اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية التي ستمهد الطريق للانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق وهي الخطوة الطبيعية التالية للبناء على التعاون الناجح للغاية يعني هنا نشي يقول لك جماعة الإطار يقول لك نحن مريد لأمريكان نحن الاستقلال لازم المحتل يطلع بس الينا رومانوسكي لما انحجت عن نائبة الرئيس كمال هارس تقول لا سننتقل إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق والتحالف لهذه كما ناقشت جانبان أهمية استمرار التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة بين الولايات والعراق من خلال اللجنة التنسيقية العليا والاستمرار في دمج العراق اقتصاديا بشكل أوسع في المنطقة وجددت نائبة الرئيس دعوة الرئيس بايدن لرئيس الوزراء السوداني لزيارة البيت الأبيض شلون يعني الخطاب مال ألينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة في العراق هذا الخطاب مالته أما الخارجية الأمريكية تقول كمال هارس نائبة الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء العراق محمد الشعال السوداني سوى اشتماع بميونخ اجتمعوا وأكدوا أن مصلحتهم المشتركة بالشراكة القوية والدائمة على النحو المتصور في اتفاقية إطار العمل الستراتيجي موجودة وشددت كمال هارس على التزام الولايات المتحدة بدعم العراق حتى يحقق مستقبل آمن ومستقر لشعبه وهو أمر حاسم لضمان الازدهار والترابط في منطقة الشرق الأوسط هاي شلون هاي الثلاثة السطورة الأخيرة تتحقق هاي شلوني لأن لاكو أمن ولا أمان ولا استقرار ولا استيراد ولا تصدير ولا اقتصاد قوي ولا تعليم ولا صحة ولا أكو شيء بالعراق بس هاي سيحققون الأمن والاستقرار والمستقبل الزاخر للشعب بمساعدة حكومة إطارية موالية لإيران دعمها الولايات المتحدة الأمريكية للإطار يقول احنا مقاولين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو رايح يجتمع بيهم يقولهم الشراكة الثنائية لازم يطل فأنتوا لاحظتوا المناشير العراقية كيف يعملون بالإنجليزية لا يستطيعون أن يلعبون بها لأن هناك وزارات وحكومات تتابعة وراهم لكن بالعربي لا يستطيعون أن يلعبون بها بكيفهم لم يلعبوا بالفوق ولكن زادوا جوا كلمتين ثلاثة هالكلمتين ثلاثة ما نسميها بالدارج؟ أبرت بنج يقول لك باوع؟ يريد أن يدافع عن سيادة العراق ترى أسد عمي رايح بميونخ يقولهم يا تطلعون يا أشوفوا ما أفعلوا بكم بس هو ما ما يحكون أنه يقلت لإذا ما تدافعون عليهم سنتخذ إجراءات الدفاع عن النفس يعني بالصريحة العبارة كاميلة هارس هددت رئيس الوزراء العراقي لحكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران مصطفى علق على هذه القضية على منصة أكس يقول شو التغريدة السابقة باللغة العربية تحدث السوداني بالسيادة العراقية هنا بهذه التغريدة الإنجليزية ماكو كل ذكر للسيادة هاي شنو علي من تضعكون أين ذكر السيادة الوطنية مكتب السوداني ترى حتى لا يعرف إنجليزي يقدر يترجمها للعربي وفعليا صحيح أكو في كافة المواقع الرسمية خصوصا بعد التطور التكنولوجي الحالي في عام 2024 نقرأ أنقر أو ترجم إلى اللغة العربية قلب أي مقال أي شيء ترجم إلى أي لغة أنت تريدها بالعالم ويقدر يقرأها بالعربي هذا اللي رادي قصدا مصطفى الدكتورة هيفاء المهداوي تقول لا أمان بالعراق وللجميع بتواجد الميليشيات المسلعة في العراق مما يستوجب تنظيف العراق من كل هؤلاء الميليشيات الحقيقية علي الربيعي لماذا لم تبلغها أن الحكومة قررت إنهاء مهام قوات التحالف وضرورة خروجها من العراق كما صرح مكتبكم الإعلامي لأن البنتاجون نفى تلقيه أي إختار أو بيان رسمي من الحكومة استلم وحسين علي بلد تابع لأكثر من جهة وتتحكم بدول وأنتم تعرفون فلا داعي لهذا الاجتماع السمج فعليا لأنه نحن نعرف كل جزيلا أنت لوما أمريكا ما تجون ولوما إيران ما تجون ونصكم موالين لإيران ومن ضمنها حكومة الإطار التنسيقي ومن يدعي المقاولة والنص الثاني موالي للولايات المتحدة الأمريكية وأكو بعض الولايات الأخرى لدول جوار لدول أوروبية فنحن كنا نعرف هذا الشي نعرف أنكم متمسكين بالجنسية الثانية ما بيكم واحد فضل للعراقي على الجنسية الثانية أغلبكم يمتلك جنسية بريطانية وأمريكية وفرانسية وإيرانية واي هولندية بلجيكية نمساوية فنزويلية فنعرف هذا الشي كل جيد بس حتى تعرفون من يدعون المقاولة وليش العراقين يقولون أنهم مقاولين وليسوا مقاومين المقاوم لما نريد نذكر رمز لرموز المقاومة كل شباب العالم يذكر تشي جيفارة تشي جيفارة وزير بس يشتغل بالمصانع والمعامل والعمال وزير شاي السلاحة ويقاوم بدولة ثانية قاوم الاضطهاد قاوم الدكتاتورية قاوم الظلم حاول بشتة طرق أن يحرر هواية بلدان وحارب بأكثر من دولة إلى أن أصبح تشي جيفارة رمز إلى كل ثائر فالمقاولة ما رح يصيرون رمز لثوار وأنتو حتى بمناشيركم مضابطها مشكلة العراق مشاهدين الكرام أنه إحنا عايشين بوطن بس هذا الوطن فاقد إلى الهوية هذا الوطن يفتقد إلى القانون يفتقد إلى كل مقومات الدولة الناجحة يعني شون أقولها المواطن العراقي اليوم عايش اليوم بوطن ما بهوية ما بي ماكو شي يرمز إلى هذا العراق كلمة صنعة في العراق أو شيء يدل على العراق منتهي اليوم المواطن العراقي لهو آمن خارج البيت ولا هو آمن بداخل بيته وده تشوفون اليوم أنه العراقين عايشين في فيلم أو مسلسل رعب مستمر من عشرين سنة كلنا نعرف أنه النزاعات العشائرية حسب القانون تعامل معاملة الإرهاب لكن أكو فعل على أرض الواقع للتقليل منها لا اليوم أكو نزاع عشائري يتسبب بقطع الطريق الدولي السريع بالقرب من تقاطع قضاء البطحاء غرب مدينة الناصرية في محافظة ذيقار النزاع العشائري اللي يوقف الطريق السريع كله هياته شوفون عالم واقفة تنتظر اللي يريد روح لأهله اللي جاي من البصرة ويريد روح لبغداد اللي يريد عنده بضاعة يريد يوصلها اللي عنده شغل مهم اللي عنده معاملة اللي عنده مريض دوله كلهم واقفين دوله الواقفين كلهم بدون ينتظرون مجموعة متكونين ببياناتهم نزاع عشائري ببياناتهم ليش؟ ما حد يدري الدولة وين؟ ما حد يدري إذن لما نصر تظاهرات مطلبية خريجين موظفين مهندسين محاضرين مجانيين ثوار تشرين شو القوات الأمنية يجعون ركض والله شو الخريجين العشرة الأوائل القوات الأمنية يجعون ركض ترسوا الساحة قلبوا الدنيا ضربواهم هانواهم فرقواهم انتهت القضية زي أن دولموا القانون يقول يعاملوا معاملة الإرهاب يا بش سادي شارع دولي شارع رئيسي شارع يربط محافظات يربط بغداد بالجنوب شن الفيلم أقضي ونواحي وقصبات ومناطق إدارية يربطها بالمركز بمحافظة الضيقار بالمحافظات الثانية وين كون شو القوات الأمنية ما شفناهم لو نشوفهم بس لما نتصر عركوي أحمد الجبوري وطبون الأحمد الجبوري حتى يحموا ويطلعون من مجلس المحافظة نشوفهم بس لما أكت تظاهرة بها نساء يردون يظاهر على مدولدهم من الأبرياء اللي موجودين بالسجون هم موجودين لو نشوفهم بس لما أكون محاضر مجاني يقول لك أريد أتعين وهم موجودين لو مهندس في البصر يريد يتعين ويشوف بنغالي يشتغل بالحقول النفط وهم موجودين وذن اللي المفروض تتعامل مع عاملة الإرهاب هم ماكوا نايمين الأخوة المسدسات والرشاشات ما أتهم المشط حاشر ما بيطلقات المشاجب يجبون المفتاح يفتحون المجز يأخذون أسلحة يرحون يحمون المواطنين هذا اللي يصير بالعراق أبادكم بس النزاعات العشائرية لا بالإضافة إلى النزاعات العشائرية المسلحة التي تهدد حياة المواطن وتقلق راحة المواطن وتؤدي إلى خسارة الكثير من المواطنين إلى حياتهم لكن ما قلت المشكلة هناك مشكلة ثانية وعويصة على الدولة اليوم لأن العراق لا دولة نحن عراق حكومة بلد الحضارات بلد عمره آلاف السنين ولكن لا يوجد دولة حاليا من 20 سنة وقال نحن صفر اليدين اليوم لدينا قضية السلاح المنفلت اليوم صار بالعراق انتشار ليس طبيعي للسلاح وبيد من هب ودب أدنا أحد المواطني بمحافظة النجف يرصد لنا سيارات مضللة تطلق النار بالهوى بشكل عشوائي جوة مجسرات مستشفى الصدر تعالوا شوفوا يالله هااااااا يالله ط Salz علىك الله بكم يالله يالله غاتي لو أفقي ig produits سوياء إليه يالله شوف يالله ستلم ستلم إلا شوف الله إن اجه هذا أبو الفولفو معكم ولكن لا يضلل غريبة أبو الفولفو قديمة سبعيناته ووقفه في لاندقروزات وتأتي كلاسات هذه الأسئلة تعرفوني المشكلة؟ هم طلقات بالهواء هم سيارات بالأرقام هم مضللة هم تعرف ذلك منه حماية ولد مسؤولين واحد معرّس ما تفتهم القضية هنا إيران طلعت طلعوا الأميركان سيادة العراقية رجعت رجعوا الآثار العراقية المسروقة لا تعرف لا تعرف لماذا يرمون ماذا هم هنا؟ لماذا يرمون طلقات؟ لا تعرف لماذا لكن هناك شباب ضائجة خمس ست سيارات ووقفة وراها انتهى الموضوع الشرطين لكن واحد يذهب لي على مدير أمن محافظة النجف مدير الشرطة النجف يدق الباب عليه وقل له صباح الخير البارحة بالله لأكو سيارات مضللة لرمى الطلقات تدري لو نقول لك عيني مدير الشرطة النجف آني أفل الصقر راح شوياك الملف يمك أخوه يحتاج أدزلك كتابنا وكتابكم وأروح لأعرض هالش أكتبش أكوه وينك عيني أخوه تدري لو ما تدري إلا إذا كان دولة أقوى منك وهذا اللي دي يصير اليوم بالعراق الناس لما شافتها الفيديوهات علق الصفاء اللامع على فيسبوك يقول بلد تايح لا حسيب ولا رقيب وصلاح الطائح هذا حال البلد من تحكم العصابات والمافيات حيدر الكاظم يقول خوش دولة قانون مالك لاوات وكاظم عبد علي سبع الزياد يقول وين مدير الشرطة وين المحافظ وين رئيس الوزراء كلكم أبطال بس على الفقير وهذا اللي دي يصير القانون يشتغل بس على الفقير الشرطة تشتغل بس على الفقير الناس تقاف ما حد يندق بهم دولة الفقرة أما اللي عنده ظهر بعشيرة بميليشيا بسياسي بفاشنستي يعتدي على الطبيبات أسنان وأبوهم بشركة سياحية يضربون مرة بالشارع هذا عادي لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتحدث لماذا؟ لأن ظهره مسنود الحج والخال وحج الشايب وقال الحجي وقال الخال وقال الأستاذ شوفوا حال نشان صغير محمد من أمريكا حياك الله عليكم السلام ورحمة الله عزيزي هم ذولة كانت زير السلطة تابعين لإيران شعر السوداني هو هم ذولة تابعين لإيران ليس للعراب ما العسب شعب العراقي نايم مخدر ونايم عم سوروا عليهم قوموا قوموا شوكي والله يخلطون عليكم والله ترتاحون عم ذولة الدلالي وذولة شوك العشائر تابعين للإعزاب رجل يرمون العالم يضربون قسماً بالنا تابعين لهم للإعزاب وذولة من جماعة رفحة وغير رفحة قسماً بالنا ذولة غير ماعدهم قسماً بالله ويا وقت الشرطة يضرب لمرة بالشارع يا وقت الضابط يضرب لمرة بالشارع والله عمنا قسماً بالله غير ماعدهم لا شرطة ولا الجيش ولا كلا واحنا حس سيادة ماعدنا عمي سيادة ملانيس إيران يتحكمنا بالإراق قسماً بالله ما لم يكن سيادة عمي بلد تتحكم عربانشياء شانوا في أمريكا ياخذوا المساعدات من أمريكا كلهم قسماً بالله أساسا كلهم حالة نفسية من المنطقة قسم الله ويبوحوا المخدرات ويبوحوا الحقوق ساد أسس قسم الله حتى لا يبوحوا الحقوق هم ذلك جماعتهم هنا عندنا وجماعة رفحة ذلك التسعينيان والله العظيم هم ذلك دمروا البلد مريدوا خير للبلد ويستغلوا صالح يرى الخوالهم تحياتي لك والقناة الرافضية شكرا شكرا لك أخي محمد نحن ليش ندرس ليش نتعب بمدارس جامعات معاهد كليات حتى المواطن يأخذ التخصص أو الشاب يأخذ التخصص والشاب أيضا الشاب والفتاة شادة وشادة التخرج وليش ليش نأخذ هذا الشي حتى من نتخرج نشتغل ليش حتى في نفسنا والبلد ليش لأنه هو هذا الحلم الوردي إلى أي مواطن إلى أي طفل يقول لك أنا أكبر أدرس أتخرج أخذ شهادة أروح أشتغل أشتغل أكبر أزوج أفتح بيت أجي يجوني جال أصير بابا هذا واقع حال أي خريج بالعالم وبالعالم هو شي مفروض منه أنه يدرس يتخرج يشتغل يكبر يتقاعد يجي غيره وتمشي عجلة حياة بأي الصورة إلا بالعراق بالعراق ينولد الطفل يكبر يطب مدرسة المدرسة يروح لها بطين وسوالف يطلع مدرسة متوسطة الحال أسوأ من عند منهاج ماكو ومعلمين ماكو يطلع للثانوية بالثانوية المعلم يحاربة حتى يروح يأخذ دروس خصوصية حتى يقدر ينجحها يطب للجامعة بالجامعة منهاج راصين ماكو ما معترف الدراسة اتخرج يريد يطب للشغل انكتل اليوم عندنا تظاهرة لذوي خرجي طبية والعلوم الصحية دفعة 2023 مقابل وزارة الصحة بغداد بوسط مطالبات باعتصام مفتوح إلى حين تلبية المطالب لخرجي دفعة 2023 والمتمثلة بفتح استمارة التعيين المركزي لدفعة 2023 تعالوا نشوف تعالوا نشوف هذه المشكلة أنا مدفعة عن ذول حقهم هذا متخرج يقول لك أنا أريد أن تغل نحن بشهر الثاني 2014 متخرج بشهر السادس المضع أو السابع فهو حقي لكنه دفعة 2020 و19 و18 ما متعينين ثورة تشرين أو تظاهرات تشرين بال2019 التي طلعتها عالتعينات وجزء من عدها ولليوم هم ملاقين تعين هذه المشكلة مو بس بالعاصمة بغداد ولطلبة الطبي لا عدنا تظاهرات ثانية في كل محافظات عراق ومو الفترة اللي طلعت بها هي هاي التظاهرات إذا شفوها لا التظاهرات من زمان سايرة هتطلعوا تحديث عليهم عدنا تظاهرة لعدد من الخرجين أمام مبنى ديوان محافظة الذقار اللي المطالبة بشمولهم قرار الاستثناء بالتعينات بظل ارتفاع معدلات البطالة وعجز الحكومة عن تأمين أبسط الحقوق للخرجين تعال نشوف اشتركوا في القناة توقع Claudia توقع ديوان اللي خرجين بمحافظة ديقار نطلع أوكي نطلع حتى نشوف أنه ما بس ببيقار ما بس ببغداد ما بس ببابل احنا نطلعنا لكم الشام وحدة لوقت البرنامج بس انتوا لاحظوا الخريجين اللي دنطلعهم صار نشكت نروح السيلة محافظة البصرة البصرة عفوا اللي صار لهم تقريبا فترة اسبوع إذا مؤكثر الخريجين يظهرون بيها من أجل تحصيل الحقوق يعني العراقي اليوم لا يريد ترفيه ولا بطر يقول لك أريد حقي وخلف الله على الموجودين لكن الحق اليوم بالعراق مسلوب شنو دليل السلب هذا اللي طلع النيام مقطع مصور من اعتداء القوات الأمنية على المهندسين المتظاهرين أمام ديوان المحافظة بأثناء مطالبتهم بتوفير فرص عمل تعالوا نشوف أكو شرطة بالبداية طلع مع الصب عيني فدوى الصند يحتك أردأ سئلك سؤال لو ابنك واقف ويا ذول المهندسين تضربه أو إذا أنت ما متعين ما عندك شغل وما عندك راتب وعندك أحلام تريد تحققها عندك طموح تريد تسويه بالمقابل تشوف البنغالي يشتغل والهندي يشتغل والكوري والصيني يشتغل وراتبه 65 و70 ورقة بالشهر وياكل ويشرب على حساب الشغل وينقل على حساب الشغل وينام بمكان على حساب الشغل ومرتاح هو وأهله إن كان ببنغلاديش إن كان بالهند إن كان بالصين إن كان بكوريا وهذا حال المواطن العراقي تيجي تضربه هذا الشاب اللي يقولك أنا ابن هالبلد فلوس البلد أنا أحق بيها تضربه خريجة تهينها وتضربها مرت منديدك عليها شاب تمديدك عليها أريد أسأل سؤال دولة شرطة محافظة البصرة طبعاً تظاهرة المهندسين بالبصرة هي مؤمن مرة نطلعهم ولا ولا اعتداء يصر عليهم لكن لو هاي التظاهرة تذكرون قبل شوية تقاطع قضاء البطحاء طلعنا نزاع عشائري والعالم واقفة على الطريق السريع ده تنتظر لو هذا القطع صدقوني لو هذا القطع بتقاطع قضاء البطحاء بمحافظة الذقار بالقرب من مدينة الناصرية طالعين بي شباب مثل ذول الشباب يظاهرون على الطريق السريع الدولي حتى يلقون تعيين بأي مكان بأي مكان لا القوات الأمنية يطلعون لهم من كل صوب وكل حد بس نزاع عشائري وبإسلاح وإحنا شلنا علاقة خاف تجينا طلقة تائحة لشوفون العراق هذا حال بلدنا هذا حال عراقنا الحبيب يوسف كاظم يقول الحقوق تأخذ ولا تعطى لن نسكت بعد اليوم كفى تسويفا وكذبا وعبدالله بن العز التكريتي يقول صار لعشر سنوات والله لا تعين ولا عقد ولا محاضر ومن الأوائل كل ما أقدم رفض وين الروح فلوس ما عندي شيء للتكريتي تتعين إلي علاء مطلبنا شمول كافة خريجي ذيقار بالاستثناء هاشتاغ نعم للحقوق هاشتاغ كلا للتهميش ومصطفى حسن استثناء المتظاهرين واجب وطني هم أصحاب الحق دولة دولة شبابنا شايب يطلع يظهر يقول لك أردت عين ينظروا شايب يطلع يظهر يقول لك أنا راتب التقاعدي ما مكفيني يجون الشرطة بوجه رأسا عاطل عن العمل يطلع يقول لك أريد أنشمل بالرعاية الاجتماعية تجي الشرطة رأسا قوات مكافعة الشغب بالمرصاد بس نزاع عشائري سيارات مضللة تضرب طلقات ميليشيات ببياناتهم يضاربون بالبصرة مثل عصائب والسراية هذا عادي هذا مظهر من مظار الدولة الحديثة الجميلة المريحة ومظهر من الأمان ومظهر من الرفاهية العالية لأنه مقياس الرفاهية الدولية أن يكون الرصاص يطلق في الهواء علنا سيارات بدون أرقام وسللاح منفلت ونزاعات عشائرية متى ما كثرت النزاعات عشائرية إن شاء الله سيكون جوازنا رقم واحد بالعالم هي چين نظروا لها الجماعة أبو علي من الديوانية حياك الله حياك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حبيب الكريم تنوع لأشياء بالمحيطة بالعراق نا الظاهية والإبتة والنظافة نا تنوع لأشياء بالعراق نا شوف الظاهية الحدمة وشوف الفقر اللي قاعدين به نا قاعد نوصارح لجل البقاء يعني رجل نستمن هو يعني نوصارح بالعراق نا مستشفى نا مستشفى نا مستشفى نا مستشفى نا نا وزير وزير موحب من القنان في شريف حزم يصح من القنان في شريف وفشلكم متى منكم تهمة فشلكم على حق موجود الزمن الطاغ اللهم نعلم حصاب كارباء مجانا صحة ما يجل الفراد تجري الآن دولة الديمقراطية ودولة النظافية لا ما لا كارباء صحة فست ضرائف حصتنا 100 سفارة فاتحين في بغداد سفارة تركيا سفارة الإيران سفارة روسيا والعراض قاعد يتحاصر مائيا يعني الشعب قاعد يقولك يقولك أنا بيت حطش يعني صبقة الفقيرة أغلبية 70% تهت بالعراض يعني مبارك حزبت التيار والإيطار دولة بل دولة مبارك عن حاصلهم من الله ينتقل منعتكم ومنساعة السوداء اللي جئتون بيها ومننتقم كل واحد على الانتخابات وانتقبنا هيك ناس قدرها والله العزيز بالنسبة إلياني أتمنى الموت اليوم 11 لأن ما عشنا بالعراق براحة وحدة والله العزيز هذا اللي بنفقي واللي الصميم كل عراق اللي حش بالظهر ياخذنا الصباح ويجيبنا الليل يعني بس الانتخابات يعني يعني الظلاح بها كاربا ماي ماي تشتري مشترا يعني محافظ بالدوانية كل محافظ اشتري دولة بالخارج مايجل سودان حاسبة ولايجل إيطان حاسبة تحاسبوا الرجال كاربات بتعود كاربات اللي اللي المريض مايجل تشتري حبات وكاربات سلام الله خير الجزء طيب لحنتك أنا نعم لا العفو العفو أبو علاوي شكرا شكرا جزيلا لك الفلاح العراقي اللي وصولنا كعراقيين فلح بلد كان يعيش على الزراعة من غابر الزمان المهم الفلاح العراقي يعاني ما يعاني نتيجة الإهمال الحكومي فما بالك إذا كانت أدنى عواصف مطرية تعرفون الأيام المضت صارت أكو عاصفة بالعراق أحد المزارعين من محافظة صلاح الدين يفاجئ اليوم بتواجد ممرات نفطية بداخل مزرعته ويتبرع بحسطة من النفط العراقي بعد اقتحام سيول النفطية مزارعة هاي سيول النفط قادمة من حقول عجيل وعلاس وبوسط انتقادات إلى الحكومة عن إهمالها لمعاناة الفلاحين مزارع المواطنين حقول نفطية تعالوا شوفها الله رحمنا المطر للمزارعين المطر جان رحمة بش الدولة ما خلت بي رحمة هلي يحصتوا من النفط وما مستلم يجي استلم يأخذ حصتوا ويروح كمية مفتوحة دولة الكفر والطغيان الولايات المتحدة الأمريكية تحصل في بعض الأحيان إذا تذكرون بالمحيط تسريب نفط بمكان ما يركضون البيئة واليجان المحافظة على الحيوان واليجان الرفق على الحيوان والزراعة والما أدري شنو والدولة والوزارات والحكومة وخفر السواح كلها تركض الأخبار تنقلوا بيوم ويوم وينو تلا أكو تسريب من باخرة أو أكو تسريب من أمبوب يشتغلون بس حتى يحدون من التلوث ليش يقول لك أكو بيئة بحرية جوة مريدها تتأذى أكو ما عارف شنو جوة مريدها تتأذى عمي تعال يشوفوا كل فترة وفترة زي أمو هاي دقاع اندمرت هذا المي إذا وصل لأي مكان هسه من هاي الخضار الذي تشوفوه مات خلاص انتهي وبعد ما يصلح للزراعة إذا نفط طب للمزارع بعد ما يصلح للزراعة أكو إجراء لازم يسووه جماعة يا الله إسر نطلع إلى قضاء المجد بمحافظة المثنى طالبوا عدد من المزارعين أن يكملون مشروع إروائي واللي من المفترض أن يغطي حصاصهم المائية يعني اللي تسبب هذا الشي تلك المشروع التأخر وصول الماء هذا خسرهم الموسم الشتوي وأكدوا أنه استمرار تجاهل مطلبهم رح يستمر ويتسبب بخسارتهم إلى موسم الصيف يقصدون به ومحصول الصيف المقبل تعالوا نشوف بس ثبت أنه بالتندر اللي موجود عد المقاول اللي يشتغل عليه ما أنها السماعية بالتندر اللي يشتغل عليه وبالشركة لا أكو لافتة بالمشروع ولا أكو كلفة بالمشروع ولا اسم المشروع ولا اسم المقاول يعني أمور غامضة يعني الأمور نجهلها ما عندنا أي أوليات عن هذا المشروع طالبنا إحنا هذا المشروع كان يسقينا هذه المنطقة يسمونه لنائب الفتحة والنجارية هذه المنطقة ما كان يوصلنا موي بعدين الدولة أنطتنا منها خلتنا خلتنا مضخات وصورنا نزرع عليها بعد ما زرعنا على هذه المضخات الدولة طورت المشروع وصارت تغلفة بعد ما غلفت اتضح أنه لغوا مشروعني شاله والمكاين ما لتنشر فهذه أضرار طبعا موسم علينا راح من عندنا موسم هذا الشتوي راح والموسم الصيفي هم راح نخسر المقاول عائفنا وراح الجهات المختصة وناشد وزير ناشد مدير الري الأستاذ قاسم وناشد كل الجهات الرقابية وناشد قيم مقام ناحية المجيد قيم مقام قضاء المجيد وناشد كل الجهات الموجودة والرقابية والفنية أن تجي تشوف المشكلة هاي شنهي نحن نصر نضحية الفلاليح نحن الفلاليح هنا موجودين على هذه المنطقة أكثر من 2003 ألاف فلاح راح نضرر بسبب هذا المشروع اللي هو هذا حال الفلاح العراقي أباكم بس هالفلاح لا هالكم هذا فلاح آخر يناشد فلاح شنه محصوله طماطة بعض بلدان الوطن العربي يسموها طماطم بعضهم يسموها بنادورة ودول الخليج يسموها طماطم هاي الطماطة العراقية يقول الآن أريد أن ناشد المسؤول يابا افتحوا لنا المجال حتى نطي محصولنا بالسوق ننزل المحصول مالتنا ونسوقه ونقدر نبيعه وإحنا نستفاد والمواطني استفاد ونقدر نجع نزرع بها مارت اللوخ يابا منعوا استيراد المنتجات الإيرانية على وجه الخصوص حتى تشجعون المنتج المحلي هذا شنو ذنبه هذا الفلاح يزرع ويحصد ويتعب ويشقى ويوم ويومين وثلاثة وينتظر على ما كبرت الشجراء الشتلة على ما حبلت حملة الشتلة على ما طلعت الطماطة على ما خضرت على ما مرت على ما حصدها على ما صفتها على ما جابها وتاليتها هذا حالها خلونا نسمع شوف الزرع خير من الله الطماطة هاي راس ويشعر ليش الطبو من علينا المستورات ليش طماطة ما حد يشيل هاليوم والإيرانية تاسم المستورات تاسم شوف شوف قول فلالي خطيئة الخسرانة لأننا نذهب على مساعة عشرين ومالله كلناس عندنا بعيد من جميع تواسط إحنا داخل شهرين بس عين الفلاح قبل فترة طلعنا فيديو محصول الرقي بديالة كان ثمينا بكبات محملة معاديشترية أنا أدعو الشعب العراقي أن يدور ذني السيارات وين ويروح يدعم المنتج المحلي الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع والتعليق موجودين من بدر عادي للعتب على الحكومة كله للاستيراد كافي أكو خير الوطن الحاج مثلنا هذا مليارات راحت والمسكين راحت مزرعته وأحمد عبدالطائي خطيئة كلهم تركه من مزرع ويبيعون حصة الوقود مع المطارات المضخات السعب ويبيع السماد شاش يسوون العيشة صعبة كل واحد عند رعيل من الأطفال والنساء والعصر يشتغل تاكسي وزهور الله يعوضك والله خسارة وحرامات فكان هذا تعليق الناس على قضية معاناة الفلاحين مشاهدين الكرام تاريخ إنشاء السكك الحديدية بالعراقية يرجع إلى أوائل مطلع القرن الـ 20 بدأ هذا المشروع على يد الألمان لكنها طورت فيما بعد من قبل البريطانيين امتدت تقريبا أكثر من 2000 كم شمالا جنوبا غربا يعتبر العراق من أوائل دول الشرق الأوسط اللي استخدم القطارات بنقل المسافرين والبضاع وسجلت أول رحلة تم تسيرها كانت من بغداد إلى سميتشة حاليا اسمها الدجيل جنوب مدينة سامراء سنة 1914 وشهد قطاع النقل السككي والقطارات بالعراق تأثر شبير بالظروف اللي عاشها البلد بعد الحصار الاقتصادي بتسعينيات القرن الماضي وما فرض من فقدان قطاع غيار لازمة لإدامة هذه الخطوط واعتماد مواد محلية الصنع كبداء الضرورية قبل أن يفقد هذا القطاع الحيوي مكان بسبب التراجع نتيجة الإهمال بعد الاحتلال تفاصيل أكثر بهذا الفيديو اللي سواه قسم التواصل الاجتماعي موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى شكرا لقسم التواصل الاجتماعي لاحظتم بالفيديو الأخير يقول له أبو القطار يطي مجال السيارة ما يستحي أبو القطار يريد يمشي يحف السيارات ما تمشي يوجد سيارة حماية ويوجد واحد مسؤول ويوجد واحد من مسؤول يريد هو يعبره موعيب هذا حال بلدنا مترو بغداد يمشي وربط السككي يمشي بس قطارات العراق طبهم مرض نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم بإذن الله باشر من نفس الموعد ومواضيع جديدة في أمان الله اشتركوا في القناة